يعني كثير جدا بحس لانا بضعت عليه هو شخصيا انا معايا واحد حبيبك اوي وليه بصما من بصمات هو طبعا المهندس عدل القيائي رئيس شركة الكرة بالنادي الاهلي مش مهندس؟ الفل يا ماجري ازاك حبيبي اخبارك ايه وحشنا؟ الحمد لله حبيبي ملك ولا كتابة؟ الملك ولا اهل والكتابة كل ما يكتب حبيبي ايه المواقف اللي كانت بينك وبين خالد غير الموضوع بتاع المينيا لما نقلته من المينيا على هندسة الشبرة والكلام ده كله ايه المواقف اللي انت؟ كنت مصطفى الموضوع مش موضوع خالد تحديد لكن انت لما بتكون مسؤول وقريب النادي الاهلي بتبقى مهمتك انك تقترب جدا من اللعيبة وتشوف حالتها النفسية واحتياجاتها الشخصية حتى بره الملعب دي حقيقة انا كان بيني وبينه صداقة اكتر منها يعني احيانا كنا نقعد نصر مع بعض نلعب كوتشينا نذكر بعض نقول نقط نضحك بس كان بك سبق على طول في كوتشينا مش مهمة لساعت كنت تتغلب لهم لا 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 انما هي الفكرة انك تجد نوع مشترك من الحياة تخلي اللعيب قريب منك يبقى صاحبك اكتر منك مسؤول عنه في حدود الالتزام والنظام اللي بيتجوزها بيشوف الوش التاني بقى ماهو ده ده طبيعة النادي الاهلة كابتر عدل خالد بالذات جاء الوقت انا اللي بيحكي لك المقدمة دي خالد بالذات جاء الوقت كان حيزع الوحيد دائم من حاجاته وبتاعه وزي اي لعيب بيجيل وعروض وكده لكن الحقيقة بمجرم لما تقولينا انت بتقولي كلمة وبتجري كده لا ما فيش تفاصيل تفاصيل من حق صاحبك صح الله 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 كابتر عدل قيعي هو انا بريدقوله خالدي بالتفاصيل انما خالد دائما انا عايز الاقوله ايه نض الاهل جواه كان بيخليه ما كنت شباة معافة اي حاجة خلص خلص حتى لما كانت بعد كده بيجي استشيرني في حاجة ما هو اه اه مسؤول عمشاط الرياضي او عن كرت اليد يعني كان الراجل راجل بيحب اتعلم راجل بيحب يعرف مش متكبر يعني عنده المصابرة علي اوه اللود عليه جامد لأن الجمهور والسوشال ميديا دلوقتي مش عايزة ماتش الأهل يخسروا في أي لعبة ماتش مش بطولة طيب أنت هتقوله إيه دلوقتي يا كابتن عد هقوله ربنا معاك عملت مجهود ربنا بإذن الله وفقك على قدر المجهود وكل مرة أنت هتعمل حاجة هتكتشف أن كان ممكن تعمل حاجة أحسن هتطورها وحتصلحها وأبدا أبدا تتصور في أي لحظة أنت أو أي حد مسؤول في النادي الأهلي أو لاعب أو حد أن ناشنا وصلنا إلى حد الإطلقنان لأنك أنت بتشتغل واللي قدامك حيشتغل فلازم تملي تبقى سابق بخطوة وربنا وفقك وخالي بالك اللي حب الأهلي حبه حط تحت الكلمة دي عشر خطوط اللي بيلعب معاك وقلبه مش جواك والله ضرره أكتر من نفع كابتن عدلي إحنا بنشكرك على تواجدك معنا بالكلام الجميل اللي أنت قلته ده لأنت تشتغل تقريبا كل المناصب في النادي الأهلي وده من حبك للنادي الأهلي وما زال النادي الأهلي جوانا كلنا وكل واحد فينا بيبدع إزاي يخلي النادي الأهلي ده في العلالي زي ما بيتقال ودايما يا أهلي في العلالي والأهلي فوق الجميع أفهل كابتن عدلي حاجة جميلة بصراحة تاريخ مشارف هتنمني ولا إيه؟ لا 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 فاق جدا أنا نحاك لبصة اللي قاعد بكرة تاريخ مشارف جدا جدا حد مؤثر جدا في تاريخ النادي طبعا حاجة في كافة القياد طبعا من الكورة الهندبول اللي بصكت لتاريخ حاجات كده جدا جدا ومشاء الله عليه تعليمنا منه كتير ويا رب دايما كده في أحسان صحة وأحسان حالة مين جيلك اللي كانوا موجودين معك وتقلقوا منتخب مصر والنادي جيلي أشرف عواض سامح عبدالوارس كابتن ياسر الأبيب محمد عشور محمد عبدالله محسن السليمان عمر الشوقي سامد بير رحمة الله عليه ياسر صلاح حزم عواض محمد متولي أحمد سالم محمد عادل مين اللي كان أنتيمك بقى على طول في الخروجات وفي الأعادات وأنتيمك يعني اللي بتحكيله كل حاجة اللي بحكيله كل حاجة طبعا كابتن ياسر الهندب كان قاعد معاه في الأقوضة أعوانا اللي قاعد معاه في الأقوضة دي حاجة مهمة جدا وبيني يبين حقاك كلهم صحاب طبعا كل في إيتي كل في إيتي بحبها جدا وفرقة وكابتن هاني حاسن طبعا عشان ما نسهوش ده حد مهمة جدا في حياتي كابتن هاني ده هو المدير الفريق الأول دلوقتي درجة أولى رجال مفيش زي في الدنيا حاجة جميلة ورائعة وربنا دايما يعني يوفقه بإذن الله لما هو صالح ليه أنتيمي دايما كأعتقد كان يعني أقرب واحد ليه كان كابتن محمد عادل محمد محمد عادل هو مدير فني السيدات دلوقتي اللي هو مسجد سيدات دلوقتي ربنا برضو يكرموا ربنا وفاقكم إن شاء الله وتسعيد وجمالين نادي الأهلي يا رب بإذن الله طيب لو تلك نادي الأهلي بقى بيمثلها كيف حياتك نادي الأهلي بالنسبة لي هو حياتي اللي أنا عيشت فيها وتربيت فيها وأي مكان روحته في حياتي هو نادي الأهلي أحلى حاجة بالنسبة لي بس تريح نفسيا طيب يعني أنت بتتفق معي إن كرت اليد عاوزة تشد حلة شوية آآ بدوم مجاملة بس بدوم مجاملة خلينا نتكلم بإحنا عطريق صحيح إحنا بدأنا جايز تكون بدايتنا السنة دي مكادش مزبوطة أوه وبتكلم بصراحة بصراحة نفسي جدا لكن ماجيز درا ومعي الأمور سريعا تدركنا إحنا جبنا المدير الفني ديفيد ديفيز ده من أحزنتاتها في العالم مدين وفور سابورت الرياضة لازم ناس باس تكون فهم حاجة على هندبول مش بيبرر حاجة هندبول عندها تارجة السنة دي مش هعلم إيه تارجة لكن هي عندها تارجة السنة دي مكسب بطولات معينة بتاسم مع المدير الفني وإن شاء الله على السنة الجديدة لأن السنة بتبني سنة سنة يا كابتر نعم الفرقة بعد ما كان فيها خسارة كتيرة النهاردة شايفين محسن رمضان اللي كان لعيب الناس بلايب رساليه بيتعلقوا في كاس العالم أجل تفرق والناس كانت يعني أكيد يحي يا خالد اللعيب مهم جدا في مصر في اللعيب في الفيس بريم والعيب مهم جدا في متخب مصر وأجل أصابة عليها أرباط صليبي فالناس تخوافت إن المركز ده يكون فيه قلق فمحسن رمضان بيبدع في المركز ده أهو موجود أكيد ده نتاج تعبر الخواجة الموجود بعد الخواجة حلو أول النادي الأهلي النادي الأهلي لما بنقول النادي الأهلي فوق الجميع طبعا لأن بعض الناس بتفسر وبتدور في الكلام النادي الأهلي مش فوق مصر النادي الأهلي فوق ولاده اللي هم مع جماهيره اللي صنعوا الكيان مزبوط عشان بس محدش يقضي أول ويقول الكلام ده بصوا ده بيقولوا الأهلي فوق مصر الكلام ده مش عندنا احنا احنا كلامنا واضح احنا على كده بقى كل فترة مش كل فترة هم كل أسبوع هتجيبك معنا انت مسك بلوقت كل الألعاب كلها عاوزين نتطمن ألعبات الفرق كلها نقدر نقول ايه من خلال شاشة طرقات من الأهلي الجمهير النادي الأهلي ونطمنهم ايه على باقي اللعبات الأخرى هقول الحركة الحركة كويسة جدا لو احنا عامل يعني عاملين عندنا بلايان معينة اعتقد الخطة اللي احنا عاملينها او رسمينها مجلس إدارة ماشى في إطار السليم من جميع تقليبا عندنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعني الاهتمام الأساسي من ساعة ما جيت مع مجلس الإدارة في قطاع ناشئين ونشادة وده شيء مهم جدا ان احنا نفرخ من ولادنا ندخلهم للمراحل الأعلى من قطاع سباحة بحقق كل حاجة بحقق كل حاجة بطلود كاس مصر لقطاعات السباحة الكاسبانة كل حاجة بالدرع العام بالغطس اللي كاسبان دي دي الألعاب المية نروح للكاراتيق أبطال العالم نروح للجنباز محققين أول نروح لكل الألعاب اللي عندنا ألعاب قوة محققين أول التنس طاولة ما شاء الله كل المراحل تقليبا أول السلاحة هوا السباحة كل حاجة يعني عندنا كل حاجة حتى الباسكت ماشاء الله كل خلعات النشئين أول الأولاد وبنات الطايرة بحققين برضو كذا كذا بطولة مش كل البطولات الهندبول ماشي على طريق السليب بوس يا كابتت أعتقد ناد الأهل يدراتي الحمدلله 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 ماشيين في إطار كويس جدا في البلان المرسومة ولسه إحنا عندنا سنتين خطة للنشئين ونشئات الخطة مرسومة ثمان سنين لكن إحنا عندنا سنتين تطوير سريع جدا للقطاعات دي جبنا مدربين فانيين أجانب في قطاعات معينة عندنا عشان تقدر تطور ده بشلود على النادي الأهل بالنسبة للمصرفات والكلام ده كلهم مجيب مدربين أجانب والعيبة أجانب وبتاخد بود دولار وإحنا عارفين أزمة الدولار عندنا دي والله يا عيد والله يا عيد